نهنم النادي الاهلي فوز رائع جدا ببطولة افراقيا لكرة اليد مهاردة النادي الاهلي فاز ببطولة افراقيا الاندية ابطال الدوري كسب فريق فلاورز البنيني كان بقى 43-22 اكتساح اكتساح في المباراة النهائية البطولة اللي صدفتها المغرب لالي كان انا هشوت الاول بنتيجة 22-11 الضعف بعد كده حسم المباراة لصالحه في النهاية 43-22 الضعف برضو فالامور كان يتمشى مع النادي الاهلي بشكل رائع جدا في هذه المباراة تشكيلة رائع جدا من اللاعبين ابراهيم المصري يتكلم عن النادي الاهلي ابراهيم المصري وإحمد عادل وياسر سيف وإحمد خيري وسفهاني عبد الرحمن فيصل ومحصر رمضان ومحمد لشين وعمر خالد كستيلو وعمر سامي ومحمد مجدي ونبيل شريف وعبد العزيز إيهاب زيزو وراضي محمد ومحمد صلاح وحمايد عبد الرحمن حمايد طبعا وعبد الرحمن طاها ومحمد إبراهيم كلهم أبطال كلهم أبطال هذه البطولة الرائعة ألف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي بطولة عن كل استحقاق وجدارة وجدارة قاعدة النادي للجي